معنا في الستوديو الأستاذ منيف بن عماشي الحربي المحل السياسي أهلا بك أستاذ منيف معنا حياتك الله لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب مقولة الملك المؤسس الشهير عندما حادث على إيجاد علاقة قوية مع مصر كيف تنظرون لهذه العلاقات على مر السنين؟ طبعا هي تشكلت في عهد الملك عبدالعزيز نعلم أنه أول زيارة خارجية للملك عبدالعزيز 1946 كانت لمصر وهي لتوثيق العلاقة ولوضع علاقة استراتيجية وتاريخية ثم امتدت من زيارات الملك سعود الملك فيصل الملك خالد الملك فهد الملك عبدالله رحمه الله والملك سلمان أول زيارة رسمية عندما تولى الحكم في السعودية كانت لشرم الشيخ في 2015 فالعلاقة السعودية المصرية علاقة متميزة بينها تاريخ متداخل مواقف مشتركة منذ حقبة الاستقلال في المنطقة العربية موقف السعودية ومصر كان يساهم في حفظ الأمن والاستقرار في العالم العربي وهم طرفي معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية فدائما دور السعودية ومصر الدور المتناغم لا ينعكس فقط على السعودية ومصر هو ينعكس على العالم العربي بشكل كبير فهذه العلاقة هي علاقة راسخة متجذرة رغم محاولات العديد من وسائل الإعلام المناهضة للسعودية ولمصر لضرب هذه العلاقة لم يستطعوا لأن العلاقة متجذرة وراسقة مواقف السعودية مع مصر عديدة في 56 في 67 في 73 في الثمانيات في التسعينات وأيضا مواقف مصر مصر بادلة السعودية مواقف تاريخية أيضا طيب ما هي القضايا التي يركز عليها البلدان في المرحلة الحالية من أجل تكثيف الجهود في هذا المجال حسنا المنطقة تغلي المنطقة هناك ملفات عديدة وملفات مهمة وملفات تضرب الأمن القومي العربي هناك الملف الليبي الملف السوري الملف اليمني الملف تدخلات الإيرانية وتدخلات القوى الإقليمية فالمنطقة مستهدفة أهمية هذه الزيارة تأتي في وقت قبل انعقاد مؤتمر القمة في الرياض لتنسيق المواقف هناك العديد من الملفات بحاجة إلى تنسيق متجذر بين السعودية ومصر لعادة ترتيب الأوضاع في العالم العربي ولتحقيق الأمن والاستقرار ولعادة بناء النظام العربي من جديد لا ننسى أنه في حقب التثوير ما يسمى الربيع العربي أضرت بالبناء العربي وأضرت بالنظام العربي وبالتالي هناك أيضا الربع العربي ومقاطعتها للدوحة بحاجة إلى تنسيق فبالتالي التنسيق السعودي المصري لا ينعكس فقط على السعودية ومصر هو ينعكس على المنطقة العربية كيف ستكون علاقات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين منطلقا لمزيد كذلك من التعاون في عدة مجالات التعاون السعودي هي من أكبر مستثمرين في مصر تشكل الاستثمارات السعودية في مصر 27% والرقم متراوح يصل في بعض الأرقام تشير إلى 27 مليار دولار وهو فيه أرقام تشير إلى أقل ولكن السعودية مستثمر رئيسي في مصر لا ننسى أنه لدينا الربط البري بين السعودية وبين مصر جسر الملك سلمان الربط الكهربائي مشروع نيوم مصر جزء من مشروع نيوم وهو مشروع يكلف 500 مليار دولار برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء وهو برنامج مهم لتنمية سيناء فبالتالي بالإضافة إلى التعاون السياسي والاستراتيجي والأمني هناك تعاون اقتصادي كبير بين السعودية ومصر مشروعات مشترك متعددة بين البلدين برأيك من عكاسات هذه المشروعات على تعزيز التنسيق بين المملكة ومصر التنسيق لا ننسى أنه فيه إعلان القاهرة يونيو 2015 وهو في آليات التنفيذ في لجنة عسكرية مشتركة بين السعودية ومصر فلو تلاحظ العلاقة السعودية المصرية تشمل البعد السياسي البعد الاقتصادي البعد العسكري البعد الأمني أيضا جهودهم المشتركة في مكافحة الإرهاب هذه الآفة التي أصابت العالم العربي فعلى كل العصعدة أيضا هناك برامج ثقافية برامج إعلامية مشتركة بين السعودية ومصر وبالتالي التنسيق على أعلى مستوى في شتى المسارات في أيضا العمالة المصرية تلعب دور رئيسي في المملكة العربية السعودية وهو أيضا جزء يساعد في تنمية مصر هناك تسهيلات كبيرة تقدمها من المملكة العربية السعودية لمصر فبالتالي هي التنسيقات على عدة مستويات طيب لو تحدثني بشكل أكثر تخصيصا ما أهداف مصر والمملكة في المرحلة الحالية من الأزمة اليمنية الحل السياسي واضح تطبيق قرار 2216 ميليشيا الحوثي هي مدعومة من طهران أيضا الوصول لا أن ننسى أنه في بيانة ربعية الصادر من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والمتحدة بشأن تمويل طهران لميليشيا الحوثي الموقف المصري مهم الكل داعم للحل السياسي مصر تستطيع أن تلعب دور مؤثر في الحل السياسي في اليمن أيضا لا ننسى أنه في الموضوع السوري مصر تحاول أن تلعب دور في الحل السياسي فبالتالي هناك تناغم وتوافق خاصة أن المصالح مشتركة والثقة موجودة أخ حسن المهم في العلاقة بين القيادة السعودية والقيادة المصرية هناك ثقة راسقة وثقة متجذرة لا غنى للسعودية عن مصر ولا غنى لمصر عن السعودية فهذه الثقة المتناغمة وتناغم المواقف مهم جدا في كل الملفات ما الذي جعل هذه الثقة تزيد على مر كل هذه السنين ويكون هناك تنسيق عالي بين البلدين كذلك لأنه أخ حسن منذ حكمة الاستقلال دائما مواقف السعودية كقوة خيرة مع مصر إيجابية وهي تقف مع مصر في المواقف المهمة والحاسم والمفصلية في التاريخ العربي أيضا مصر نفس الموقف مع السعودية فهذا التاريخ المشترك أثبت أن السعودية بحاجة لمصر ومصر بحاجة للسعودية تفاهم هذه المواقف التاريخية وتفاهم طبيعتها أيضا هناك وعي كامل من السعودية ومن مصر أن هناك أطراف إقليمية تحاول تضعف السعودية وتحاول أن تضعف مصر وتحاول أن تدق سفين بين السعودية ومصر فبالتالي هذه الثقة نبعت من قراءة متعمقة للتاريخ قراءة متعمقة للجيو بوليتيك في المنطقة قراءة متعمقة للأطراف الأخرى التي تحاول أن تدق سفين بين العلاقة السعودية المصرية هناك كما نعرف موقف موحد من مصر والسعودية بشأن قطر ما المحاور التي يعمل عليها البلدان بخصوص هذه القضية وهذه الأزمة؟ الموقف واضح من 5 يونيو 2017 الموقف السعودي والموقف المصري ضمن الرباعية العربية قائم على المبادئ الستة والمتطلبة الثلاثة عشر وأن الحل في الوساطة الكويتية البيان الأخير الذي صدر من وزراء خارجية الرباعية العربية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أكد أن هذه المتطلبات وأنه مهما حاولت قطر أن تبحث عن تدوير الأزمة فالحل هو في الوساطة الكويتية في المبادئ الستة والمتطلبة الثلاثة عشر لو الدوحة استجابت من البداية للمبادئ الستة والمتطلبة الثلاثة عشر لما وصلت المقاطعة إلى تسعة عشر أنا أشكرك جزيلا شكرا أنتم معنا بالستوديو الأستاذ منيف الحربي منيف بن عماش الحربي المحل السياسي أشكرك جزيلا شكرا شكرا لك